اشتركوا في القناة لقضائك ربنا وسلمنا لك امرنا ولن نقول الا كما علمتنا انا لله وانا اليه راجعون لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا من قلت وقولك الحق اني قدرت المقادير ودبرت التدبير فمن رضي فله الرضا مني حتى يلقاني ومن صخط والعياذ بالله فعليه الصخط مني حتى يلقاني اكرر رضينا بقضائك ربنا وسلمنا لك امرنا ولن نقول الا كما علمتنا انا لله وانا اليه راجعون ونشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله استفاه ربه من خلقه ليكون حجته على عباده يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله يا من رفع الله قدرك واعز شأنك واعلى مقامك فوق كل مقام ثم قال لك يا محمد انك ميت وانهم ميتون سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديله الموت لا والدا يبقي ولا ولده للموت فينا سهام غير خاطئة من فاته الموت من اليوم لن يفته غدا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على هديك الى يوم الدين اما بعد فيا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اشبه الليلة بالبارحة في يوم الوفاء هذا وانا ارى كل رؤوس ربما ادق اهلية وان شئت فقل كل محافظات مصر جاءت وفاءا لروح طاهرة مع انها غير موجودة الا ان الوفاء لاهل الوفاء واجب نذكرني هذا اليوم باليوم الذي كنا نحتفي به يوم ان نجح في مجلس الشورى للمرة الاخيرة كان عرسا كهذا العرس كاني بالناس جميعا لم يتخلف واحدا منهم لماذا؟ لان ديننا يأمرنا بالوفاء وديننا يأمرنا بان نكون عند المصائب يدا واحدة وان مصابنا في اخانا الذي رحل مصاب جلل فان له اياد كثيرة على مركز منية النصر كم من مدرسة تحمل اسمه وكم من مسجد قام على اسمه وكم من عروس تزوجت تحت اسمه كل هذا ان دل على شيء فانما يدل على ان صنائع المعروف لا تضيع وان اخلاق الكرام لا تضيع وان العمل الصالح يبقى لاهله اعمل ما شئت واعلم ان الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا ايها الاحباب لا اجد كلمات اعبر بها عن هذا الموقف الذي يعترين الان هذى المقام مشاعري وكياني وارتج من فرط الخشوع لساني من اين ابدأ سيدي بمقالتي وباي اسلوب اصوغ بياني ان الوفاء يعقد اللسان وان الحب يذهب الفكرة ولكني اقول لكم جميعا اعلموا ان ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل وان كل الذين حضروا اليوم حضروا وفاءا حضروا وفاءا لهذه الروح الطاهرة اقول لكم جميعا اعلموا ان الموت قضاء مبرم كم من ملك ترفع له علامات فلما علامات سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديله عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعلم ان الليلة مهما طال لابد من طلوع الفجر وان الامر مهما طال لابد من دخول القبر كل ابن انسى وان طالت منيته يوما على آلة حدباء محموله فاذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محموله لهذا ايها الاحباب اذكر نفسي واذكركم بانه لا يبقى لك الا عملك الصالح لا يبقى لك الا ما قدمت يداك ان الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله احسن الى الناس جميعا حتى وان اساء اليك ليس لانهم يستحقون الاحسان ولكن لان الله يحب المحسنين اذا اردت ان يحبك الله فيمدد يد العون الى غيرك اذا اردت ان يقف الله الى جوارك فاعلم ان الله تبارك وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه الموت قضية محسومة لا يناقشها الا ابلهم معتوه الكل سيفنى والكل سيموت والبقاء والدوام لمن لله رب العالمين على كل شيء ما خل الله باطله وكل نعيم لا محال تزائله يمر الامام مالك ابن دينار على رجل على قبر يبكي فيسأله ما يبكيك يا اخي فيقول الرجل ابكي على حبيب لي قد مات فيقول الامام له الا ترى انك تعذب نفسك بالبكاء على حبيب يموت اما علمت انك لو احببت حبيبا لا يموت ما عذبت نفسك ابدا ولكن اتدرون من هو الحبيب الذي لا يموت يحملك اهلك ويدسونك في التراب رجل من رجالات مصر يوسد الان التراب انصرف عنه اهله وانصرف عنه احبابه وكل من قدم لهم جميلا انصرفوا عنه لماذا لان هذه سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديله ولكن بقي معه عمل الصالح يأتيه الحي الذي لا يموت ويقول له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب نفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت ما تقول لا اله الا الله ايها الاحباب هذا يوم عرس عرس الوفاء عرس الحب عرس الكرامة لا بد للدركسة ان تفخر بانه كان لها واحدا ممن يبزل بسخاء لبلده ولغير بلده في الحمدية مدرسة اسمها مدرسة محمود الشناوي اسأل الله ان تكون في ميزان حسناتك ليست بلده ولكنه كان كالغيث اينما وقع نفع هذا نموذك يجب ان يحتزه اعلم ان المال الذي معك انما هو مال الله وعلى قدر ما تعطي على قدر ما سيعطيك الله وما اراه الان من هذا الفرح العظيم الا دليلا واحدا ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ايها الاحباب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمد الى عمل تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا كأني به الان في قبره متهلل الوجه فرحان بهذا الوفاء وبهذا الحب لان الارواح جند مجندة يسمع ويشعر ويرى هذا الحب اقول لكم جميعا هذا جزاء من احسن عمله لابد ان تعلم ان ما كان لله دام واتصل وان ما كان لغيره انقطع وانفصل كان رجلا وطنيا من التراز الاول تعلمنا على يديه حب هذا البلد الطيب لا اقول الدركسة وانما حب مصر هذا البلد العظيم الذي يحتاج الى الاوفياء يحتاج الى الرجال يحتاج الى من يعملون يحتاج الى من يبزلون يحتاج الى الاسخياء لان مصر ايها الاحباب في هذه الايام تمد اليكم ايديها يا معشر اهل الخير بلدكم في حاجة اليكم ان بلدكم لم تقوم الا بالعمل ان بلدكم لم تقوم الا بالحب ان بلدكم لم تقوم الا بان يقف بعضنا الى جوار بعض واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا انتم تعيشون على اطهر بقاع الدنيا تعيشون على ارض مصر التي كرمها الله والتي فضلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق في سورة يوسف في الاية رقم تسع وتسعين ادخلوا مصر ان شاء الله امنين بهذا الامان نحس بالامان وبامن الله لا تخافوا ولا تحزنوا ولكن كنوا على قدر هذه المسؤولية كنوا على قدر وطنكم واعلموا ان ما حمى مصر الا امان الله ان شاء الله امنين انظروا الى البلاد حولكم انظروا الى لبيا انظروا الى العراق انظروا الى سوريا انظروا الى اليمن ثم انظروا الى مصر لتعلموا ان مصر في امان الله وان مصر في حفظ الله وان وعد الله حق ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ان الله ذكر مصر قبل ان يذكر البلد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين ذكر الله طور سيناء ثم ذكر بعده مكة بل ان الله ذكر مصر قبل ان يذكر البيت المعمور في السماء فقال جلو على والطور وكتاب مصطور في رقب منشور والبيت المعمور ذكر الطور هذه هي سيناء هذه هي ارض الحضر هذه هي ارض الانبياء لا تعجبوا ان حروبا طحنة تقعوا على ارض سيناء لان ارض سيناء هي ارض الحب هي ارض المودة هي ارض العظمة فحافظوا على بلدكم واعلموا ان بلدكم تناديكم واعلموا ان الموت يأتي بغطة انتظر اعلموا ان الموت يأتي بغطة الله تبارك وتعالى يعلم ان بلدكم في حاجة اليكم فحافظوا عليها والله تبارك وتعالى يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه نيابة عن نفسي وبالاصالة عنكم جميعا وعن كل اهالي مركز منية النصر نتقدم بخالص العزاء الى اهل الدركس اجمعين فهو مصابهم ومصابنا كلنا جميعا في هذا العلم المحترم الحاق محمود الشناوي الذي له اياد علينا جميعا ايادا بيضاء ناصعة هذا جميلك منا لا يمن به لك الجميل علينا انك البادي اللهم اغفر له وارحمه اللهم سامحه وعفو عنه اللهم اقعل هذه الليلة اسعد لياليه 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 وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وولدا خيرا من ولده اللهم وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه ارحمنا اذا وران التراب وفارقنا الاهل والاحباب ووقفنا بين يديك للحساب عزاء خاص من اهل من شاط عاصم الى اهلنا واحبابنا بالدركسة فمن بلدي الى بلدي زهابا ومن اهلي الى اهلي ايابا ومع علم القرآن مع هذا الشيخ الذي احبه والذي اقدره والذي اسأل الله ان يحفظه بالقرآن للقرآن اهل القرآن هم اهل الله وخاصته سيدنا النبي بيقوله يا مولانا ان لله اهلين قيل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته هم اهل الله وخاصته الا انهم الامنون من عذاب الله يوم القيامة نسمع القرآن بصوت جميل نعم سيدنا النبي صلى الله اسكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف باب ابو موسى الاشعار وهو يقرأ القرآن مرضاش يدق عليه سيما كان صوته جميل فسيدنا النبي مرضاش يزعجه وبعدين بعد ما خلص سيدنا النبي طرق الباب فابو موسى الاشعاري بقول له سيدنا النبي بقول له ما اعزب صوتك يا اشعاري فسيدنا ابو موسى بقول له منذ متى وانت بالباب قال له من اية كذا فقال له والله لقد وقفت بالباب طويلا لو كنت اعلم انك بالباب لحبرته تحبيرا يعني كنت جملت صوت اكبر زينوا القرآن باصواتكم او زينوا اصواتكم بالقرآن واعلموا ان القرآن هو حصنكم وان القرآن هو حميكم وان القرآن هو حامي مصر فالقرآن نزل في مكة وقرية هنا في مصر كلنا راحلون كلنا راحلون كلنا راحلون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسى محمد محمد ما يطلبه المستمعون الحمد لله يبتلي ليدعى فاذا دعي عجاب قضى على ادم بالذنب ثم برحمته علمه فتاة وارسل الطوفان وكانت السفينة من العتاب سبحانه نجى الخليل ابراهيم من نار شديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف يوسف ابن يعقوب من الفتنة عبرة لأولي الالباب شدد البلاء على ايوب فتاركه الاهل والاصحاب الى ان كل منه الظفر والناب فنادى مستغيثا بالنولى فجاء بالجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب احمده سبحانه حمد من اخلص واناب واصلي واسلم على اعظم نبي نزل عليه افضل كتاب وعلى ابي بكر مقدم الاصحاب وعلى الفاروق عمر عمر بن الخطاب وعلى علي من المهيب مستل سيف من بعد من كراب وعلى عثمان ابن عفاد شهيد الدار وقتيل المحراب الجنة يوم القيامة على مصرعيها لعثمان تفتح الابواب سئل احد العارفين بالله ايهم احسن يوسف ابن يعقوب ام محمد ابن عبد الله اجاب العارف قائلا يوسف من احسن الناس اما محمد بتصلي عليه فهو احسن الخلق على الاطلاق يوسف اخذ نصف الجمال فافتتن به النساء اما محمد فاخذ الجمال كله ولم يفتتن به النساء لان الله كسى جمال محمد بجلال نوره كل الكلوب الى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل اما الدليل اذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يعاشقين محمدا وجماله صلوا عليه وعلى آله وسلموا تسليبا خير الكلام ومسك الختام ايات بينات يتلوها على مستمع حضراتكم قارئ الابداع الاول الدكتور عبدالناصر حلك ملك المقامات وقارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والذي شرف مصر بالمحافل الدولية حتى نقب خارج البلاد بقارئ المحافل الدولية الاول والذي نسعد به في هذه الليلة الله اسأل له توفيق وسداد ولي ولحضراتكم حسن الاصناع فليتفضل معا للدكتور الى منصة القرى شكرا 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 شكراً لكم 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 بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يا الله ينادي المنادي من مكان قريب شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم يوم يوم شكراً لكم 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 نحن نحن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم نحن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم نحن وعلم بما يقولون الله وعلم أنت علي بدبار فذكر بالقرآن من يخاف العيد فذكر 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 بالقرآن من يخاف العيد فذكر فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف العيد بسم الله الرحمن الرحيم من أقسم من هذا البلد نسأل الله ذلك نسأل الله ذلك نحن آدم بما يقودون وما أنت عليهم بجفار يا رقصة فذكر 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 بالقرآن من يصاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم من أقسم هذا البلد حاضر 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 بالقرآن من يخاف ، وكف humans وكف لا أكسم بهذا البلد وأن تخل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم لا أكسم بهذا البلد لا أكسم بهذا البلد وأن تخل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد فيحسب أن من يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لنبدأ يحسب أن لم يره أحد يحسب أن تتقبل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفعتين ونديناهن مجدين فلق تخم العقبة فلق تخم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولديناهن مجدين فلق تخم العقبة وما أدرك فلق تخم العقبة ألم نجعل له عينين لحينين واشفتين وآكبر 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 كتبه حالك مدرسة صبرا صبرا جميلة حاضر حاضر نعصر نعصر نتقبل شبه ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشافتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشافتين وهديناه النجدين فلا قتق من العقبة وما أدرك من العقبة بالله أدرك هذا وعلى من عسل نزام الله الله من نجا نزام الله نزام الله لسانا وشافتين يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة 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 لا إله إلا الله أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة بنرضى عنا جميعا يا خير اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عالك اقرأ 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 ربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعدل الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عالك اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعدل يا عالم اقرأ الله يرسل اقرأ اقرأ الله اقرأ 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 الله اكبر الله اكبر باسم الذعي الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ الله اقرأ 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 الذي علم في القلب علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة زوادة من شرف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بيتي الكرام اللهم جلال كران العظيم رضيها كلبنا ونور ابسارنا وجواهمنا وزعيفهمنا يا رب العالمين وبعد إخوتنا إخوت الإيمان والإسلام مستمعنا مع مسك ختام هذه الليلة القرانية المباركة والتي كانت تكريما للراحل الكريم المرحوم الحق محمود الشناوي والتي أدى فكراتها فضيلة العالم الإزعي الكبير الدكتور عبد الناصر حرك